خدنا حاجة اسمع ارجنين مولوكيول ناشي دفنان لبيتا تشين فطول الديوريشن بتاع وصل ل 24 ساعة فيه بقى المكسد انسلين اللي هو المكسدارد في السوق معروف 30% ريجولر و 70% انبي اتش ودوت اكتر واحد بي ايه بيستخدم او معروف قوي يعني خلاص رجميولر في سينجل دا دا دي انجيكشن و طوائز دا 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 قبل البريكفاست مشهور تلت قبل الايه الصبر مالتبول ديلي انجيكشن انترميديات اكتنج اني بي اتش قبل البريكفاست زائد صوليبل انسولين قبل كل ميل خلاص ايه الحالات اللي انا محتاجة استخدم فيها الانسولين الانسولين طبعا احنا قلنا في الاول في الانسولين ديبندنت اللي هو البيتا سلزة عنده ما بتطلعش انسولين يبقى لازم يستخدم انسولين طيب في بعض حالات الانسولين ديبندنت اللي هو طيب 2 في بعض الحالات بحتاج استخدم الانسولين بوقف العلاج الاورال اللي هو ماشي عليه واقوله هناخد الانسولين شوية وبعد كده بنرجع تاني للعلاج اللي كان ماشي عليه لو مشي على الانسولين ديبندنت لو مشي على الاورال هايبو جليسيمك لفترة طويلة بس لا حصل فلير ماشي بعد فترة طويلة او بعد فترة معينة يعني لا خلاص بنوقف الانسولين بنوقف الاورال ونقوله ايه هنكمل انسولين طيب هو نان انسولين ديبندنت اوكيه وماشي كويس وفي رزبونس كويسة بس هيمر الكيزس معينة او ايه كونديشنز معينة هيحصل فيها انسولين رزيستنس او هتقل الريسبتور زي عنده زي مين هو طيب تو بس ماشي داخل في عملية او واحدة بريجنان بريجنان تبينفعش تاخد اورال هايبو جليسيمك لانهم ايه تراتوجينيك فلازم في الحالة دي تمشي على انسولين وبعد ما تولد ممكن تكمل عادي بالاورال زي ما كانت او في الانفكشن في الانفكشن بتزود tu للانسولين مينفعش انها ناخد فيها ايه ااااا لازم ااخد فيها انسولين خلاص طيب كومبليكيشن هنتكلم عنها بعد شوية اسمها دايبات الكيتو أسيدوزز لازم ياخد فيها انسولين الايبر كاليميا الانسولين اشتركوا في القناة